اشتركوا في القناة 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 فوز الاهلي باللقب الاثناشر واعملوا اعملوا حسابكوا بقى كده كل خمس القاب يعني عشان نحط بعد كده يعني من عشرين عشرين لعشرين خمسة وعشرين تبدأ تلك المال اشتركوا في القناة في القناة الاهل يكسب أربعة الذين يعنروا كبيرة يركز على سنة في الخمس سنين دول يعني على عشرينين اربعين سيكون الاهلي المال نقوم ب Python واضح ما هو وفيه كده وعشرين وعشرين واحد Breakfast وعشرين تلاتة وعشرين وعشرين اربعة وعشرين وعشرين خمسة وعشرين ولو مجاتش خمسة وعشرين لسه مجاتش. فالاهلي العظمة حصلت مبارح باللقب رقم اتناشر. داستة. الاهلي كسبان داستة افريقيا. يعني ما تجد تقول مسلا داستة كزا داستة كزا تقالي بافريقيا دي بالنسباله زي ما تشتري حاجة انت بالداستة. تبقى يقومك امورك ميسرة. فتشتري حاجة كده بالداستة. ديني داستة كزا. فالاهلي افريقيا بقت ميسرة عنده وخلص على كل الكلاكيع بتاعتها على مدار التاريخ. وبقت ايه ياخد بالداستة. ففي داستة افريقيا للاهلي. دي اول عظمة. مبارح كمان تهناء بتاعت الزمالك دي عظمة. لانه بقى فيه تقليد بين الناديين الكبار. الاهلي اول نادي هنأ الزمالك. بعد الفوزبوك كونفيدرالية. وقت الزمالك بيهنى الاهلي ايضا بعد الفوز بالكونفيدرالية. العظمة الثالثة بقى الحقيقة الجمهور. ايه دا يا جماعة دا. وايه الدخلة دي. ده انا قلت انا فيلم امريكاني. ايه الدخلة ايه النسرة دا. ايه الدخلة دا. الدخلة دي. ايه المصري بيد دروس عظيمة في الانتماء. زي الشعب المصري كده ما بيد دروس عظيمة في الانتماء لارضه. مفيش هزار. مفيش ايه هزار. يعني كل الاحداث المصرية اللي في السنوات الاخيرة. واخيرها الاحداث بتاعت غزة. وخروج المصريين وتفويد الرئيس. والغد الوقت. لغد الوقت مصر بلد لا تبادر بحرب. لكن لو دخلتها. لو دخلتها. الشعب المصري يدخدخ اي حد. والجيش المصري يدخدخ اي حد. هما المصريين كده. انتماءهم لبلدهم غير طبيعي. والانتماء للنادي بتاعه اللي شفناه مبارح هو جزء من انتماء للبلد. الاحساس اللي شفناه مبارح. تقول بقى عنده فجعة البطولات. عنده احساس الجوع الدائم ناحية البطولات. الاسد اللي طول الوقت. الفريسة بتاعته هي الكؤوس والالقاب. هو ده النادي الاهلي. وده امام عشور اللي احتفل مبارح احتفال غير عادي اول مرة في حياته بيحقق لقب دوري ابطال افراقيا. عجبني مبارح غسامة ابو عادي. لما قال لك انا ما كنتش كويس في الماتش ده. لانه الانجاز ده الانجاز ده لازم في الملعب يساوي مستوى غير طبيعي. غير طبيعي. لازم يبقى مستوى حاجة ما حصلتش بالتاريخ. لان الانجاز ده بالنسبة لده.